أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي نعيش في هذه الأيام شوقا وحنين إلى لقاء رمضان لعلمنا جميعا بأن الله أحب هذا الشهر فنحب هذا الشهر الذي يحبه الله ولعلمنا جميعا بأن هذا الشهر سبب في رحمة الله وسبب في مغفرة الله فكل مؤمن وكل مؤمنة تطمع في لقاء هذا الشهر حتى يغفر الله الذنب ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن السيئة اللهم آمين وإن كان هذا الشعور في قلب المؤمن فإننا نحسن الظن بالله عز وجل أن يبلغنا أيامه ولياليه وأن يجعلنا من أحظ العباد فيه في كل رحمة وكل نعمة وكل خير وبركة وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا فإن الساعات واللحظات إما حجة على الإنسان أو حجة عليه فكيف بالأيام والأسابيع والشهور أول ما يوصى به المؤمن قبل دخول رمضان أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة صادقة بينه وبين الله عز وجل يعاهد الله في قلبه على أنه إذا جاءت أيام رمضان ولياليه أن يتخذها وسيلة لمحدة الله وطريقا إلى رحمة الله وسببا في الوصول إلى مغفرة الله فالعزيمة هي أساس كل خير ومنبع كل فضل ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه المأثور أنه قال وأسألك العزيمة على الرشد أول ما يوصى به الإنسان أن تكون عنده عزيمة على الرشد وأن يعقد العزم على اتخاذ هذا الشهر وسيلة لمحدة الله وطاعة الله وانتجت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرجال